السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بكل خير وصحة وسلامة بداية الموضوع طلب مني كثيرا أن أتكلم عن هذا الموضوع في شيخ في اليمن اسمه الشيخ أبو بكر العدني هذا الشيخ قبل أن يموت رحمه الله تكلم بكلام في منتهى الأهمية أحداث أو حدث عظيم كبير قبل أن ينتهي عام 2022 في الحقيقة الكلام اللي أنا هقوله دوت هو محض اكتهاد مني شخصيا لأن الشيخ العدني لم يبين ما هو الحدث الذي سيتحقق قبل أن ينتهي عام 2022 يتكلم عن شرح طويل أن العالم وصل إلى مرحلة البغي والفساد والضلال الفكري لدرجة أنهم أصبحوا في مرحلة من مراحل التحدي مع الخالق سبحانه وتعالى فكان وجبا أن تتحقق سنن الله في هذا الكون وتحدث آية كونية كبيرة فيا ترى ما هو الحدث الذي يمكن أن يتحقق قبل أن ينتهي عام 2022 اللي أنا عايز أقوله أن خلاص عام 2022 نقص له أربعين يوم تقريبا وينتهي فإيه اللي ممكن يتحقق إذا ما استعرضنا الأحاديث والنبوءات مفاتيح الأحداث اللي احنا اتكلمنا عنها مرارا وتكرارا إيه اللي ممكن يحصل في هذه الفترة البسيطة من عمر الزمان شهر وأيام قليلة هل من الممكن أن نرى ظهور جبل الزهب وبداية المقتلة الكبيرة جدا التي أخبرت عنها الأحاديث أنه سيموت من كل تسعة من كل مية تسعة وتسعين شخص هل من الممكن أن ينحسر الفراط وهو في مراحل يعني متدهورة من الانحصار في الفترة الأخيرة ويظهر جبل الزهب بوضوح وتذهب دول العالم وتقتطل على هذا الجبل من الذهب بانقسين الحرب العالمية الثالثة أو الحرب العالمية النووية هل من الممكن أن يتحقق هذا الحدث أم أن الحدث الكبير الذي سيهز العالم هو وصول النجم الطارق والنجم الطارق بدأنا اللي احنا نشوف التأثيرات بتاعته بتزداد يوما بعد يوم طبعا إحنا بنستعرض الاحتمالات وهأقولك في الآخر الاحتمال الأقرب إلى أن يتحقق إن صدقت هذه التوقعات لهذا الشيخ رحمه الله فكلنا يجتهد والمجتهد معروف أنه قد يصيب وقد يخطئ الاحتمالية الثالثة إن إحنا دخلين على كأس العالم اللي هيقام في قطر شايفين كل اللي بيحصل دلوقتي في دولة قطر كأنها حرب جيوش من كل الدول القبرى في العالم من تركيا ومن أندونيسيا ومن باكستان ومن دول عربية مش عارفين أعلنوا وحاجات مش بيعلنوها وقوات أمريكية مؤخرا تنزل إلى أرض قطر لكي تحمي المونديال وأخشى ما أخشى وانتبه لخطورة هذه الكلمات أخشى ما أخشى أن هذه القوات تدخل ولا تخرج أن هذه القوات التي ستذهب إلى قطر تدخل قطر ولا تخرج منها بعد انتهاء المونديال لحدث ما الاحتمال الثالث اللي إحنا بنتكلم فيه المونديال بتاع قطر أن يحدث حدث كوني كبير أثناء هذه البطولة وده موضوع هنتناوله بمزيد من الكلام ربما في حلقة المساء اليوم إذن نحن نحاول أن نبحث عن هذا الحدث ما هي هذا الحدث اللي ممكن يتحقق قبل أن ينتهي عام 2022 ممكن حد يقول لي كمان في احتمال موت خليفة واقتتال ثلاثة أمراء لكن ركز معايا الكلام بتاع الشيخ الأبو بكر العدني كان حدث عالمي كبير فمن اقدرش نصنف الاقتتال ما بين الثلاثة أمراء إنه حدث عالمي كبير هو يؤهل بعد ذلك لتطوراته لأحداث كبيرة على مستوى العالم ولكن موضوع ظهور كنز الزهب في أي وقت من الاحتمالات القوية لأن خد بالك إذا ظهر هذا الجبل من الزهب الأقمار الصناعية مرأبة كل حاجة وفي محاولة للسيطرة على هذا المكان نكز قوي معايا في الكلام ده اللي أنا بقوله لك في محاولات كبيرة للسيطرة على هذا المكان ولكن السيطرة لن تكون مبكرا على هذا المكان جبل الزهب في العراق إشاعد جوه من الاترابات وأنا تكلمت قبل كده في موضوع العراق علشان خاطر يبقى مبرر قوي لدخول أي قوة في أي وقت بين قسين لوضع قواعد الاستقرار في المكان لكن في الحقيقة هم جايين عشان خاطر الجبل من الزهب فأول ما يظهر جبل الزهب مباشرة هتلاقي الاقتتال بدأ عليه فهل من الممكن أن يتحقق هذا الأمر احتمال هل من الممكن أن تحدث أحداث كونية كوصول النجم الطارق استبعد لس يعني أن عام 2022 في اعتقاداتي لن يشهد وصول النجم الطارق ده اجتهاد مني الاحتمال الثالث اضطرابات تحدث أو أحداث كبيرة أثناء كأس العالم ده احتمال وارد ده احتمال وارد ويبقى فيه النهاية أن كل هذه الأمور محض اجتهادات يعني عندما خرج الشيخ العدني من اليمن واجتهد في مثل هذه الأمور كان ذلك اجتهادا منه وعايزين نتعلم جميعا أن الاجتهاد له قواعد والمجتهد قد يصيب أو قد يخطئ والمجتهد بيطرح فرضية معينة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ كمان احنا في تحللنا للكلام بتاعه فيما هي الحدث اللي ممكن يحصل قبل 2022 بنكتهد أيضا ويحتمل كلامنا الصواب ويحتمل الخطأ يعني لا نريد أن نطيل عليكم انتظرونا بإذن الله بعد قليل مع الحلقة المرتقبة المنتظرة عن صحابي مصر ومواعيد اجتهادية تقريبية لظهور صحابي مصر بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام